السلام عليكم برجاء لكم في الفيديو جديد وهالمرة عدنا هذا التابلت اللي موديلة مثل ما شوفون طبعا الماركة مرتا آلم اي داتا وهنا الموديلة مثل ما شوفون اي دي تي عشرة عشرة واستين اذا واضح امامكم مشكلة هذا التابلت انه نربط الشحن طبعا يشحن مثل ما شوفون ضو الشحن واذا واضح امامكم يشتغل ضو الشحن يشتغل ويشحن التابلت ولكن يعرض ضو فقط على الشاشة يعني يوجد ضو على الشاشة ينارة الشاشة تشتغل ولكن بيانات او معلومات ما عدنا على الشاشة مشكلة هذا التابلت طبعا واجهتني كثير بهذا الموديل المشكلة تكون سببها احد اثنين يا اما مشكلة بالسوكت ما للشاشة اما بالفلاتة ما للشاشة هذا الشيء اللي راح نعرفه ونتأكد منه ونصلحه ان شاء الله بهذا الفيديو فخليكم تابع اول شي راح نقوم به اخوان هو انه ننتزع البيت مع السيم كارت ونفقق الجهاز بسم الله طبعا هذه الحالة مرات تأتي بهذا الشكل لانه الشاشة تصير سوداء بشكل كامل مرات تأتي الحالة انه تصير تشققات بالصورة يعني شاشة تشقق او تعرض نصف نصفها يعرض نصفها ما يعرض كلها لها المشكلة سببها اما من السوكت ما للشاشة اما من الفلكس ما للشاشة هذا الشيء اللي راح نشوفه بهذا الفيديو ان شاء الله اول شي خلي نسوي اخوان خلي نجي نرفع البطارية طبعا اكو شخص اخر محاول اه تفاتح من هذا مكان محاول ينزع ويرجع الفلكس مثل ما شو يكون ايه وعموم نحن ننزع البطارية ونستخرجها ان شاء الله بهذا الشكل طبعا اكو شخص مثل ما قلنا انه محاول يصلحها ان شاء الله يكون ومزود العطل تزعنا البطارية هذا الفلكس ما للشاشة خلي نتزعها طبعا اول شي راح نسوي اخوان راح نخلي اه فلكس شغال عندي فلكس لغرض الفحص فخلي فغلي فلكس شغال ونشوف راح نحصل صورة او لا هذا فلكس شغال راح نربطه بسم الله حس اذا اشتغل على الفلكس مارتنا اذا اشتغل على الفلكس مارتنا معنات مشكلتنا بالفلكس فراح نصلح الفلكس انه بديل مواقع صراحة انك ستقول لي ليش انت ما تبدل الفلكس كله بشكل كامل ماكو بديل عليه فما اضطرين نصلحها ربطنا نجلة بطارية نجد نربط الشاحن مرة اخرى بسم الله اشتغل على الفلكس اذا حصلنا صورة ومثل ما شوفون ارض صورة الجهاز اذا مشكلتنا بالفلكس الخاص بالشاشة نحاول اثناء الضغط طبعا عنده شوفون اثناء الضغط على سوكت الشاشة ايضا يصير باشكال فهذا التابلت طبعا الشخص اللي قام بتفكيكه قبلي اثناء محاولة اصلاح الجهاز منضرر السوكت والشاشة ايضا فمزيد الطين بلا تشقق الشاشة شوفون فهم عدنا مشكلة اعتقد بالفلكس وايضا عدنا مشكلة بالسوكت ما للشاشة فراح نصلحهم انشاء الله سويا اول شي راح ناخذ بالفلكس مالتنا هذا الفلكس مالتنا جديد سنروح تحت الميكروسكوب ونشوف السوكت ما للشاشة وشنو وضعه مثل ما شوفون اخوان عدنا فنات هذا الفن الثاني هذا الفن الاول كلها هاي الفنات تتحرك مكسرة ومنتزعها من مكانها وعم بفعل الشخص اللي يحاول يصلح الجهاز طبعا تعامل بشدة مع هذا السوكت نتالي خلع الارجل من مكانها على العموم اول شي راح نسوي اخوان راح نصلح السوكت مال الشاشة وبعدين نربط الفلكس مال الزبون اذا شفنا انه المشكلة استمرت راح ايضا نصلح الفلكس مال الشاشة فاول شي خلين نسوي خلين انتزع هذه المادة البلاستيكية حتى الزوب ويانا تضعناها بهذا الشكل نجي نخلي فلاكس بهذا الشكل طبعا درجة الحرارة مال الكاوية لا تكون عالية كلش تعاملوا اياها 370 كافي 370 درجة اذا اكثر ممكنني يعترلك على هذا البورد او يقطع المسارات ونحاول نحاول تلحم السياحة من تحت التفع بهذا الشكل وتدوس البن وتدوس البن حتى ينزل الى مرتفع المكانة سيحة وتنزل البن الى تحت سيحة تنزل البن الى تحت بهذا الشكل كيف هنال هنا اندقال البن اصلا مقطوع ولكن اعتقد انه نطق انكتد فلا سيؤثر علينا على عمل الجهاز ايضا نطق انكتد هاي فنات الارضي احاول شوية تلح عليها بالتسخين لانه درجة انصهار هتكون اعلى من البقية الفنات الخاصة بالداتا تمام هسا نروح الى الطرف الاخر اذا نخلي فلاكس احاول 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 لحمنا الطرف ها مثل ما شفتو خلينا نجي ننظف وكان اللحيم من الفلاكس في الثنر احاول 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 الفلكس مالي الشاشة بمحلة. جايزة باين. ما نسف اخوان التابلت ايضا قام يشحن. ويعرض اه انارة على الشاشة بدون معلومات. اذا مثل ما اه توقعنا. ادنا مشكلة بالفلكس مالي الشاشة. والمصلح القبلنا اللي فتحها ما على سبب ضرر الفلكس او العكس. ممكن يكون كانت مشكلتنا بالفلكس والشخص اللي حاول يفتحها ضرر المأخذ او السوكت مالي الشاشة. على العموم حللنا مشكلة الاولى وهي اصطاح السوكت مالي الشاشة. هسا خليجي نصلح الفلكس مالي الشاشة سوية. بناخذ التابت على الجنب. ونجي نفحص طبعا هاي الطرفين ما بين الطرفين نشوف الخطوط اللي آآ صاير بها قطع. وآآ نقوم باصلاحها سوية ان شاء الله. خليجي نرفع هذا الجزء. نجيب الملتي ميتر. عن ضريق الملتي ميتر. على وضع ال الدايود. نجي نقيس البنات. حتى نشوفه بشكل اوضح. خليجي نروح لوضع الميكروسكوب. طبعا بالعادة اخوان الخطوط هذي الرفيعة اللي شوفوها امامكم. خليجي نشوفكم. هاي الخطوط. الرفيعة هاي اللي شوفوها امامكم. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. سبقا ثمانية تسعة عشرة جداعش اثناعش. هاي اللي اثناعش خطهم اللي يسر بيهم القطع بالعادة. نجي نتأكد من سلامتهم. عادة الخطوط البقية ما رح يسر بيهم مشاكل. يوجد على اول س Dragons. نتأكد من هذه الصفحة انضص علي. أو اكون نحدده. الطرف الاخر نحاول. وننقيسBoTips. يجب على لل lim到istä Paul released here nella element. concre FEEL Nack يوجد لدي البن الثاني. المسار الثاني سليمي والمسار الثالث. مسار الثالث سليم مسار الرابع مسار الرابع سليم مسار الخامس الخامس سليم السادس السادس ايضا سليم مسار السابع سليم الثامن سليم تاسع سليم العاشر سليم الهداش سليم الاثناش المسار اثناش مقطوع اذا المسار المقطوع عندنا هو المسار اثناش ندوس عليه بهذا الشكل حتى المميزة بهذا الشكل نضغط عليه نجي ايضا تحت الميكروسكوب نتعامل الى المسار اثناش هذا المسار اثناش الذي يلقطع اشتركوا في القناة بعد ما قمنا بتعويض المسار المقطوع مثل ما شفتم اثناش ننظف محلة بشكل جيد من الفلاكس زيان رح يوضي هاند هل نجرب مرة اخرى نجي نتأكد من شغلنا نفحص خربط الشاحن بسم الله ومثل ما شفون تابلة صلى حدنا ورجع الى وضعه الطبيعي طبعا نشوفونا الخربطة الصغيرة هاي اعتقد سببها انه الخط اللي الخط اللي قمنا بيمده جاي لامس الحديد والشاشة الخط اللي عملناه جاي لامس بهذا الجسم فمن رح نعزل الخط اللي سويناه مرح رح تروح على المشكلة الدليل السادوس شوف موجود ولكن اذا رفعنا الفلاكس شوية خلي اصدر خلي شوفكم خلي نعزل الخط اللي سويناه حتى لا يلامس الجسم نعزله بشكل موقعت بهذا الشكل اكو مشكلة اخرى ادنا خط اخر مقطوع اخوان ممكن يكون الفلاكس اللي هنا فصل الارجل خلي ننظف بشكل جيد احرص على تنظيف السوكت بعد ما بعد ما تصلح عذرين ننظفهم من الفلاكس عدنا خطوط مقطوع اخوان كنت رجع نتأكد كنت نتأكد بشكل قطعي كنت ناخذ عبر الفلاكس وهذا الفلكس نقطع على جنب اقرأ الفلاكس من الشاشة نحط معلل الفلاكس مالتنا نفيما شوفوه اشتغل اخوان اذا مشكلتنا اخوان بعدها بالفلاكس نروح لوضع الاسكوب مرة اخرى شكرا مثل ما شفون اخوان طرعا عدنا خط اخر مقطوع لنكمله ايضا بنفس الطريقة السابقة نعزل المكانات اللي مدينا بها المسارات نربط مثل ما واضح امامكم اخوان التابلت تصلح بشكل جيد طبعا عدنا على القناة العديد من الفيديوهات اللي تشرح حمليات صيانة جهزة التابلت تقدر تراجعها وتستفاد منها فراح اترك لك مجموعة من الفيديوهات اللي تخص صيانة التابلت في صندوق الوصف اسفل للفيديو راجعها واستفاد منها وايضا ممكن يظهر عندك باعلى الشاشة اثناء مشاهدتك الفيديو روابط اخرى لفيديوهات مهمة يمكن انه تخدمك في عملية الاصلاح هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم بكل جديد قامكم سابقال دايما قناة قداوي تيك في عمالة طبعا اخوان ما يفوتني اقول لكم انه اثناء عملية تجميع الجهاز بعد يكمال اصلاحها يعني ما اعزلنا الارجل مالته بهذا الشكل ننزع التيب الشفاف اللي لسقطه وارجع اعزز هاي المنطقة اللي اشتغلت بها بشكل جيد حتى تضمن انه ما يرجع يخرب عندك الفلكس الفلكس من الشاشة بشكل سريع فنستخدم هذا النوع من اللاصق حتى انقوي بالفلكس بهذا الشكل ايه اخوان بعد ما عززنا المكان اللي اشتغلنا بها بعد ما عززناها بهذا اللاصق خلي نجي نثبتها بالكيس بهذا الشكل طبعا بما انه نقطة الضعف مال الفلكس مال الشاشة بهذه المنطقة خليها المنطقة تقعد مرتاحة يعني شون يعني بدون ما يصير بها طاوية خلي نجي بهذا الشكل ونقعدها بهذا الشكل بحيث هاي المنطقة ما يصير عليها اي ضغط حيث تقعد مرتاحة منطقة هاي بهذا الشكل بس هذي اللي حبا تنوه عليه اخوان فيما لا شكرا